جراح الأحبة تنتظر من المزيد شعار اتخذت أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي التي استأنفت دوراتها التدريبية بعد الظرف الاستثنائي الذي كان يمر به العالم اتتم ختام دورتها الخمسين بحفل في قاعة الإمام الحسن عليه السلام في العتبة العباسية المقدسة استنفت أكاديمية الكفيل دوراتها في مجال الإسعاف الحربي هذه الدورة دورة خمسين ضمن تسلسل دورات الأكاديمية مقدمة لمجموعة من فصائل الحجد الشعبي المجاهدين المقاتلين في سوح القتال هناك حاجة ملحة وماسة وهذه الحاجة مستمرة لدى هؤلاء المقاتلين الأبطال في الحجد الشعبي لأن يتعرضون لإصابات يتعرضون لتعرضات قاموا بعمل رائع مو منهم قاموا بهذه الأعمال بجد واجتهاد ليكونوا مسعفين جيدين في ميدان المعرفة أرى أن الأكاديمية الكفيل على مدى هذه السنين بتطور مستمر تدريبها على أعلى مستوى من التدريبات الاحترافية وتدريبات العناية التكتيكية بالقدام هذه التدريبات التي نقوم بها مبنية على الدلال والحقاق كذلك الإحصائيات العالمية نرى أنه التطبيق عالي في الميدان كذلك بعد المراجعة مع التامد مع الطلاب أن هناك فرق كبير بين المعرفة وتطبيقها بين السابقا وحاليا ومكانية تطبيقها بالميدان مخيم السيدة سكينة عليها السلامة هذا ما اتسمت به الدورة التي شارك فيها عدد من مقاتلي الحجر الشعبي الذين تم تدريبهم على الإسعافات الحربية لمدة سبعة أيام من قبل مدربين مختصين وتحت إشراف أكاديمية الأمن الأوروبي الدورة الحربية هي الإسعافة الحربية تيتربوسي طبعا الدورة هي دورة بيها نظري وعملي عنايات تكتيكية يعني دخول ميداني النظري اللي هو أمام نظركم حاليا قاعد نمطي ويا عملي كذلك عندنا نزول ميداني النزول الميداني يكون نهار وليلي أرض تكون أرض مفتوحة أرض كذلك بستنا كذلك بيها بالزول وغيرها نعيشهم الجو اللي موجود حاليا بالمعارك هذه الدورة صراحة يعني تفيدنا بالمعارك قبل يعني قبل ما عندنا خبرة إن شاء الله عندنا خبرة تعلم عن الدورات تعلم عن القتال تعلم على يعني شيء فيدنا إحنا يعني الصراحة من طب المعركة من قدل آخرين يعني حتى الإصابات التي لدينا تقل يعني أحسن من قبل محاور عديدة مقدمتها الأكاديمية للمقاتلين من مختلف الأصناف في القوات الأمنية والحجز الشعبي ليكونوا مسعفين من خلال دوراتها المستمرة التي أقامتها على مدار أعوام والتي كانت إضافة نوعية لهم في سوح القتال